اشتركوا في القناة ان شاء الله نحب النهاردة ان احنا نتكلم في البداية ان احنا نبدأ كلامنا طبعا بتحية مباشرة لأمهاتنا كلهم نحب نبدأ معاكم يومنا النهاردة اللي هيكون عندنا فيه فقرات كتير نتمنى ان هي تحوز على اعجابكم وتكون كلها سعادة عشان دي مهمتنا ان احنا ندخل على بعض السعادة سواء في بيتنا سواء في الشارع سواء لما نتصل بالتليفون مع بعض ان احنا نتواصل مع بعض تكون تواصلاتنا كلها مع بعض كلها مليانة بالسعادة السعادة هي دي المدخل لكل حاجة هي دي المدخل اللي هتدخل بيه قلوب اي حد بتحب ان انت تتعامل معاه اي حد هتكون بتتواصل معاه طول ما بضحكة مرسومة على رشك هتلاقي ان هو بيتعامل معاه بكل بساطة زي ما كنا بنقول ان السعادة هي تبقى عدوة يعني لما تلاحظ ان فيه حد في مكان بيبقى بيضحك تلاقي الناس كتير حوالينه ابتدت ان هي تبتسم تمام نادرا ما تلاقي حد يعني من جوه منه حابب ان هو يكون سعيد ما بينشرش السعادة للحواليه لان زي ما ابتدينا بالكلام وقلنا ان السعادة عدوة نحب ان احنا النهاردة نكون ضيوف خفاف عليكم وندخل على قلوبكم السعادة نكرر كلمة السعادة دايما نكرر كلمة الداحك دايما نحاول ان احنا نكون مع بعض المتواصلين دايما بسعادة وكل حاجة جميلة ما نحاولش ان احنا ننشر اي حاجة فيها سلبية وزي ما قلنا النهاردة اليوم بتاع عيد الام فاحنا حابين النهاردة ان احنا نوجه تحية لكل امهاتنا مرة تانية ونوجه طبعا تحية اعزاز وفخر لامهات الشهداء الجيش والشرطة ونحيي طبعا القيادة بتاعتنا الحكيمة اللي بتتعامل معنا فعلا معيشانا في امن والحمد لله ان احنا النهاردة طالعين ان احنا نحييكم ونحيي الناس اللي طبعا بتلتزم بالتعليمات خلال الفترة دي عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعدي الفترة بتاعت الفترة اللوقائية اللي احنا مفروض نلتزم ان احنا نكون فعلا فيها في البيت وعشان تشوفونا وانشوفكم وتتواصلوا معانا وتستمتعوا طبعا طول اليوم معانا على قناة الصحة وجمال بالفقرات الجميلة اللي بتتقدم معانا النهاردة ان شاء الله لو حبينا ان احنا نتكلم عن فكرة السعادة في بدايتها بتبتدي من اول ما بتصحى من النوم اول ما بتصحى من النوم لو ركزت ان انت مش هتفوق الا بعد كوباية الشاي مش كوباية الشاي اللي هتفوقك اللي هتفوقك هو حاجة جواك هتقولك ان انت تبتدي يومك باجابية طبعا عمرك ما هتبدأ يومك باجابية الا اذا كنت من قبليها مخطط ليومك هيبتدي ازاي دي دايما الحاجة اللي بنفتقدها في حياتنا ان احنا نكون مخططين ليومنا ان احنا نبتدي ازاي ايه اللي ممكن نعمله النهاردة ما بنربطش الاحداث اليومية بتاعتنا بوقت محدود اي حاجة دايما هتزبطها في حياتك بوقت لما تنجزها هتحس ان انت نجحت فيها فطبعا دي حاجة هتكون مصدر سعادة او مصدر روحة نفسية بالنسبالك صحتنا النفسية والطاقة الايجابية اللي جوانا دي اللي بتخلينا دايما ان احنا نكمل اليوم بتاعنا واحنا مرتحين واحنا حاسين ان احنا نقدر ننتج نقدر نتقدم دايما لما تكون انت حاطت جواك هدف ثابت ماشي يورو بالتخطيط معين حابب ان انت تنجز فيه وتتقدم وتتقدم وتتخطى الصعوبات اللي بتقابلك هتلاقي دايما ان اي صعوبة زي ما كنا بنقول السلمة المكسورة مش بتخليك تطلع السلم لا دي بتخليك تخطي درقتين يعني بتتقدم لو استخدمت العواقب او العواقق اللي قدامك لو استخدمتها ان هي حافز هتقدر تتخطاها وتقدر ان انت تنجح في حياتك بعد كده هتبص وانت في اعلى القمة ازاي ان كان فيه عواقق قدامك وانت تخطتها وساعتها هتشعر بالفخ وهتشعر بالسعادة لما جينا نختار كلمة اسعد قلبك لان ان دايما السعادة بتكون مصدرها مصدر روحاني مصدرها مصدر روحاني ان انت بتكون في تواصل روحاني ما بينك وما بين نفسك فاهم نفسك انت عايز ايه قادر تقدم ايه وايه الحاجات اللي عندك محتاج ان انت تطور فيها فهتبتدي ان انت تاخد فيها خطوات ثابتة علشان خاطر ان انت تقوي دايما تقوي روحك وتقوي قلبك وتكون مقدم دايما على فعل الخير من وسائل السعادة طبعا ان انت دايما تكون بتعمل الخير اللي حواليك تدور ان انت طول ما اللي حواليك الاتموسفير او الجو العام اللي بنقول عليه اللي حوالي منك لو هو مش سعداء نادرا ما هتكون انت قادر ان انت تستقطب فكرة السعادة من اللي حواليك لكن لو اللي حواليك انت قادر انك انت فعلا تديهم السعادة جواهم فهتلاقي نفسك ان انت تقدمت واستخدمتهم هم كمان كحافز ليك لان انت بساعتها مش بتتقدم عشان نفسك بس لا حيسس ان فيه ناس كمان بيسعدهم نجاحك طول ما انت بتتمنى الخير اللي قدامك وطول ما انت حابب ان انت تقدم حاجة كويسة للناس اللي حواليك هتلاقي هم كمان بيعانوك وبيسعدوك لان نجاحك ارتبط بجزء من نجاحهم فنحاول دايما ان احنا نخلي الطاقة الايجابية اللي عندنا بنستمدها كمان من الاخرين اللي حوالينا لما احنا بنكون دايما بنقدم لهم الحاجة اللي هم محتاجينها استحالة تكون سعيد في الحياة سعيد لوحدك لازم اللي حواليك كمان يكونوا سعداء وهم لما يكونوا سعداء انت كمان هتستقطب نفس الطاقة الايجابية منهم وحتشعر بالسعادة يعني الدحكة الحلوة هتفضل على وشوشنا كلنا ونرجع تاني الدحكة الحلوة ما تبقاش بس هي مصدرها النقطة والفكاهة والمسرحية والفيلم لا هتبقى في حياتنا الاجتماعية زي ما احنا بنتكلم ان احنا البسمة تبسمك في وجه اخيك صدقة دي الحاجات اللي احنا بنتعلمها في دننا ودي الحاجات اللي احنا بتوسع عليها العراف المجتمعية والدينية دايما ان انت تكون مصدر سعادة للحواليك استحالة تلاقي اي حاجة في علم او في دين او في اي حاجة بتقولك ان انت دايما لازم تنشر طاقة سلبية لا هتلاقيها دايما بتحسك ان انت تنشر طاقة ايجابية للحواليك وتقدم لهم كل اللي هم محتاجينه وتساعدهم على فعل الخير علشان خاطر تبتدي ان انت حياتك وحياتهم كمان تكون في سعادة وفي رخاء وفي اطمئنان استحالة تكون بتضحك في وش حد ودايما هو عارف عنك الخير دايما الخير مربوط بالضحكة او بالابتسامة الشر مش مكانه دايما الابتسامة ومش هتقدر تنصر تنشر ابتسامة بالشر لا دايما لازم تكون تبتدي بالخير وبالسلام وبالمعاملة الجميلة وبنشر الطاقة الايجابية حتى على السوشيال ميديا لما بتيجي تدخل تشوف حد بيقولك يعني دايما تلاقي الناس بتتابع دايما الحاجات اللي فيها الفقرات الكوميديا او الحاجات اللي فيها حتى لايت كوميدي مش لازم تكون كوميديا بحتة اللي تخليك تضحك بصوت عالي لا ممكن تلاقي تدخل على حاجة تبقى معروف دايما الانسان اللي بيتبسم في وش الناس ده الناس كلها بتحاول ان هي تتقرب منه دايما تلاقي اللي بيحاول ان هو يضحك في وش الناس او يحاول ان هو يدخل السعادة على قلوبهم ده حتى في الدين يقولك منفرج عن مسلم قربة او عن اخيه قربة فانت دايما تحاول ان انت تنشر الحاجات الايجابية ما تبقاش مصدر دايما للشائعات او للطاقة السلبية خصوصا في الايام اللي احنا فيها اللي بنتكلم فيها سواء عن فيروس او عن اجواء ان احنا نبقى عاديين في البيت فترة او كده لا لازم ان احنا نسري عن بعض ونحاول ان احنا نساعد بعض وندعم بعض ده لو ساعدت حد وانت ماشي في الشارع حاجة وقعت منه وانا قلت هلو هتلاقيه دايما بيتسم في الشرك بيقولك شكرا لو انت بتبيع حاجة لحد او انت بتشتري حاجة من حد وانت بتديه لحاجة ابتسمت وديت له لحاجة كده هتلاقيه دايما بيقولك شكرا يعني انت جعل السعادة عادة وعلى فكرة السعادة برضو قرار لو انت صحيت الصبح متأخر عن شغلك وانزلت ركبت عربيتك دورتها بسرعة مشيت في الشارع واحد قطع عليك الطريق فانت اضطريت ان انت كمان تطلع راسح من شباك وتكلمه بطريقة هو مش هيحبها هتلاقي ان انت عملت مشكلة كبيرة مش هتقدر تكمل يومك بسعادة فدايما زي ما كنا بنقول يعني في حاجة كومودية كده اليومين دول بنقول من الحب في زمن الكورونا ان انت تتغافل عن الحاجات اللي هي الخفيفة اللي ممكن تسبب لك تعاسة او تسبب حاجة دايقك خلال يومك لازم تكمل يومك اللي اخره علشان عمرك ده تتحاسب عليه ومحسوب عليك والثانية اللي بتعدي ما بترجعش تاني فتحاول ان انت دايما تكمل حياتك كلها بسعادة هتبقى معروف دايما بالضحكة الحلوة والناس هتفتكر لك دايما وانت موجود او وانت مش موجود انك انت مصدر اللي بتسامة او بمعنى زي ما كنا بنقولها ان انت صانع للسعادة من صناع السعادة دي الاثر الطيب اللي انت ممكن تسيبه في قلوب الناس ويفضل مستمرة معاهم لسنين جاية والأيام جاية وكل ما يفتكروك يبتسموا اللي ابتسامة الجميلة اللي هتكون انت مصدرها اعرف ان هي بقية عمرها طويل معاك فحاول دايما ان انت تبقى مصدر للهام بالسعادة ومصدر للطاقة الإيجابية فكر دايما الناس اللي حواليك بالحاجات الجميلة بالذكريات الجميلة زي ما احنا النهاردة مصدر السعادة بتاعنا هو اليوم يوم عيد الام ولو ان انا شايف ان الام لو افتكرناها كده هنلاقي ان ايامنا كلها سعادة بسببها من ايام ما كانت بتصحى الصبح بدري وبتعمل لنا الساندويتشات بتاعتنا وبتحطها لنا في شنطة المدرسة وهي كانت دايما بتدفع عندنا لما بنيجي نشتكالها من حاجة وهي كانت بدايما هتلاقينا بنفتكر لها مواقف كانت جميلة جدا فلازم الاثر الام الجميلة ثابته فيك ده لازم يكمل معاك طول العمر الناس افعال الناس مواقف فالمواقف السعادة ومواقف الصناقة السعادة دي لازم تكمل معانا بقية حياتنا سواء صاحبها موجود او مش موجود دايما نفتكره بالمواقف الجميلة ودايما نكون نكمل الدايرة بتاعت السعادة ننشرها في حياتنا في مجتمعنا اللي حوالينا ابتسم ابتسم دايما وخليك دايما مصدر للطاقة الإجابية خليك دايما مصدر للسعادة طول ما عندك إيمان بالله وإيمان أن أنت أخدت طريقك ما أسرتش في حق نفسك أعرف أنك مأمور بالسعي مش مأمور بالوصول لو اكتهت وأنجزت الحاجات المطلوبة منك يوميا وقمت بواجباتك كما هي مطلوبة منك هتلاقي دايما أن أنت فرحوم بنفسك أو فخور بنفسك أو على الأقل صحتك النفسية أو طاقتك اللي جواك ما قلتش بالعكس زادت لأن أنت حسس أنت عملت اللي عليك كله اللي أنت حتحصله بعد كده هو ده نصيبك أو هو ده الحاجة اللي مكتوبالك فحاول أن أنت دايما تداوم على صناقع الخير وفعل الخير عشان تبتدي الجزئية دي طبعا زي ما قلنا أن أنت مستحيل تكون سعيد واللي حواليك حسين بالتعاسة فلازم أن أنت تبتدي من البداية خالص من البيت الناس اللي أول يوم لما بتصحى من الصبح من أول اليوم بتشوفهم قدامك الناس دي لو أنت ضحكت في وشهم ما أعتقدش أنهم ما يكشروا في وشك لازم يضحكوا في وشك لكن لو أنت ابتديت من الصبح صباحك غريب يومك مش فايت هتلاقي أن اليوم كله بقى معاك بالمنظر ده لأن الناس تصدر لها الطاقة السلبية اللي جواك لكن لو صحيت الصبح من بداية منه أنت بتبص في وشك في المراية ابتديت يومك بأنك أنت نظرت نظرة كده سبحان الله الخالق اللي خلقنا في أحسن صورة صرحت شعرك لبست هدومك طلعت فطرت مع الناس اللي معاك في البيت سبقا أن كانوا هم أنت مثلا طالب في جامعة ودول زماية لك في سكن ما تحاولش أنك أنت تقفل اليوم فش أي حد ده المصدر سين بتاع الموضوع أن أنت لو ابتديت يومك على الناس اللي حواليك باعك نانا زي ما بنقولها بالبلدي يومك كله هيكمل كده ويوم الناس اللي حواليك هيكمل كده دورنا وإحنا هنا في برنامج سعد قلبك مع الشازلي أن احنا نقدم لكم مش بس السعادة ومش بس الضحكة الحلوة ومش بس الحاجة اللي هي تدخل عليكم السعادة بس لأ ده احنا نساعدكم كمان في حياتكم بأن احنا نقدم لكم فقرات كتير مختلفة كل أسبوع عن اللي قابله طبعا ده دورنا في برنامج لما يكون دورنا برنامج اجتماعي أسري أكتر أن احنا نقدم حاجات بتقدم فوائد أو بتقدم نصايح للناس اللي بتشتغل في مجالات الصحة النفسية علشان دي أكتر حاجة احنا بحتاجانها طبعا خلال الفترة دي والناس اللي بتتعامل مع زي الإحتياجات الخاصة والناس اللي بتعمل في مجال طبعا الإرشاد التربوي والأسري وفي مجال الصحة النفسية وفي مجال التربية الخاصة دول اللي احنا بنركز عليهم أكتر إلى جانب طبعا إن احنا لو طبعتونا هتلاقوا إن بتستفيدوا كل يوم عن اللي قابله بحاجة مفيدة بمعلومة مفيدة منقدم لكم طبعا ناس بتقدم خدوات اجتماعية طبعا أو ناس بتقدم نصايح أسرية إزاي أتعامل مع أولادي إزاي أتعامل مع أصحابي إزاي أتعامل مع مشاكل الأسرية اللي بتقابلني إزاي إن أنا أقدر أنجح في حياتي زي ما كنا بنقول دايما إزاي تكون مش بس صنع سعادة لا ده أنت تكون كسير نجاح لا ينتهي حاجة كده زي ما بنقول سعادة إنفانيتي إزاي تكون سعيدة على طول في حياتك إزاي تكون ناجح إيه الناس اللي تقدر تقدم لنا خدمات تخص مجال الصحة النفسية أو مجال الإرشاد الأسري والتربوي إزاي إن إحنا ننجح في حياتنا عن طريق إن إحنا نوازن بين علاقاتنا مع الناس ونوازن بين علاقاتنا مع نفسنا علاقتك بنفسك هي دي الشيء الأساسي اللي هيخليك إن أنت تقدر تنجح في حياتك تقدر تتقدم تقدر تقدم يعني أروع حاجة عنك زي ما كنا بنقول تقدم أفضل نسخة من نفسك مش بس لبس وشكل ونوع ميوزيك بتسمعه ونوع حاجة لا النوعك إنت الأصلي إزاي إن إنت تقدر تطلع النسخة الدهبية منك دي الحاجة اللي المفروضة إن إحنا نشتغل عليها خلال الفترة دي وده طبعا بيجي من إحنا نهتم بالصحة النفسية بتاعتنا نهتم بصحتنا نهتم بالمجال الرياضي رياضتنا هي دي زي ما كنا بنقول زمان العقل السليم في الجسم السليم كل ده خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله نحاول إن إحنا نقدمه لكم في برنامجنا برنامج إسعد قلبك مع الشازلي حابين نسمع مقترحاتكم دايماً حابين نسمع الحاجات اللي إنتوا حابين تشوفونا بنقدمها لكم فتبعونا وكونوا معنا وإن شاء الله نقدر إن إحنا نقدر نسعد قلبكم كلكم ونقدر إن إحنا نسعدكم إزاي تتقدموا في حياتكم وإزاي تقدموا حاجات تفيد المجتمع وتفيد بلدنا عشان تفضل بلدنا حلوة وجميلة ومعرفين دايماً بالابتسامة الجميلة وبالضحكة الحلوة والسعادة اللي مرسومة دايماً على مشروشنا إحنا من أجمل شعوب العالم المشهورين إن إحنا دايماً حتى في وقت الأزمات بنطلع حاجات جميلة أو بنطلع أجمل ما فينا حتى في وقت الأزمات فنحاول إن إحنا دايماً زي ما بطدينا من البداية إن إحنا طول عمرنا معرفين إن إحنا مشهورين بالتقدم في كل المجالات إن شاء الله نقدر نتخطى أي صعوبات أو أي حاجة بتقابلنا على أساس إن إحنا نكمل حياتنا في أجمل صورة ونبقى دايماً متقدمين أهم حاجة إن إحنا نرفع نسبة الوعي المجتمع لو إنت حاسس إنك إنت تقدر تقدم نصيحة أو تقدر تقدم حاجة كويسة لمجتمعك أو تقدر تقدم حاجة للي حواليك حاول إن إنت متتأخرش فيها علشان إنت كده برضو هتكون من صناعة سعادة أو صانعة سعادة وتقدر إن إنت تسعد قلوب اللي حواليك لو إنت تقدر تعالك حد ما تتأخرش عنه لو تقدر تسعد حد ما تتأخرش عنه لو تقدر إن إنت تكف أزعان حد ما تتأخرش عنه دايماً حاول إن إنت تكون سعادتك هي مصدر سعادة اللي حواليك دايماً لما تلاقي نفسك بتعمل خير هتلاقي نفسك فرحون أحاول إن إنت تقدم خير أكتر حاسس إن أنت ناجح في مجال الخير عمري ما شفت حد أو سمعت حتى على سوشيال ميدي أو على أي حاجة حد بيقول أنا فاشل في صنع الخير لا نطلع فاصل طيب ونرجع تاني كده إن شاء الله فانتظاركم إن شاء الله بعد الفاصل نقدم لكم فترة كمانة